مساء الخير أصدقائي تحياتي للجميع رجعت لكم بفيديو جديد أحمل في مجموعة من الأنباء الهامة اللي يتناولها الإعلام الألماني بأهمية كبيرة وكذلك المواطع الأخبارية الألمانية أصدقائي أول موضوع اللي حنتكلم به هو عشرة ألمان يلقون حدفهم بسبب حادث طبعا لقوا مصرعهم هؤلاء الأشخاص العشرة بالإضافة إلى 45 شخص جريح غالبيتهم العظمى هما ألمان في حادثة انقلاب حافلة في دولة كرواتيا وحسب الشرطة فإن الحافلة تحمل لوحات سلوفاكية وخرجت عن المسار يعني حافلة خرجت عن الشارع العام ويعني خرجت عن الطريق السريع وانقلبت وحصلت الكارثة طبعا الحافلة كانت عائدة إلى ألمانيا من جولة سياحية هي تابعة لجروب سياحي والجولة كانت في كوسوفو وفي ألبانيا وكانوا بطريق العودة يعني الركاب الألمان كانوا بطريق العودة وحسب المعلومات الواردة من الشرطة في كرواتيا فإنه بعض جهود العيان أفادوا بأنه السائق كان متعب وقد أخذ غفوة أثناء الطريق لمدة ثواني وهذه هي كانت سبب انقلاب الحافلة يعني هو كان يمشي على الخط السريع على الأوتوبان في دولة كرواتيا وغفى لمدة ثواني معدودة يعني ثلاثة ثواني أو ثانيتين وانقلبت الحافلة وخرجت عن الخط السريع ووفقا للشرطة فإن الحافلة كانت معبئة بالكامل بالركاب اللي كان عددهم سبعة وستين شخص ويعني من بينهم سائقين أحدهم توفية ولكن ليس هو السائق الذي غفى أثناء القيادة اللي كان على المقود بل السائق المساعد هو اللي غفى ويعني من ضمن الأشخاص المصابين بالحافلة هم خمسطعش شخص قاصر أو تحت الثمانية عشر عام طبعا بما أنه الحافلة بها ركاب ألمان وفي دولة أوروبية فرئيس كرواتيا ووزيرة الصحة الكرواتية تواجدوا بمكان الحادث يعني طبعا هم تمنوا الشفاء والعافية وكان هناك كدعم يعني معنوي للمصابين الألمان ولأهالي الضحايا أصدقائي طبعا السياق على الأوتوبان خطيرة جدا كثير من سواق الباصات أو سواق الكافيهات أو الشاحنات يعني تعرضون لمواقف مماثلة بسبب مسافات الطريق الطويلة أحيانا لو غفى الشخص لمدة ثانيتين أو ثانية واحدة يكون الأمر خطير جدا جدا ننتقل للموضوع الآخر القيود الصارمة اللي يراد أن يتم فرضها على الملقحين اللي نشرت لكم في فيديو الصباح بخصوصها اللي هي أتت من مكتب المستشارة أنجلي ميركل من هلغة بغاون مدير المكتب هو لما تكلم عن فرض قيود مشددة على غير الملقحين فقط من أجل يعني إجبارهم على التلقيح بصورة أو بصورة أخرى ومن أجل أنه لا يكون هناك زخم على المشافي بسبب إصابات جديدة ويتمكن من يريد من الذهاب للمشفى مريض السرطان ومريض القلب وإلى آخره هذا التصريح وليس تصريح لأول مرة بل هو تصريح يعني سمعناه بمرات كثيرة بالفترات السابقة ولكن لاقى تأييد سريع بنفس اليوم ها أنا أعملكم الفيديو الثاني حاليا للساعة السابعة مساءا كارل لوترباخ الخبير الصحي من حزب الأس فيدي يؤيد كلام هلغة بغاون بشأن قيود مشددة على غير الملقحين وقال عدد الاختبارات السلبية الكاذبة بإزدياد مستمر لذلك رغم الاختبار السلبي يعني لما يأتي الخريف وتأتي موجة كورونا هناك تلميح على أنه حتى لو عملوا اختبار السلبي لأشخاص غير الملقحين فيجب فرض قيود عليهم حتى لو كان لديهم نتيجة فحص سلبي هذه من ناحية من ناحية أخرى رئيس وزراء ولاية بافاريا السيد ماركوز زودا أعلن تضامن مع كلام هلغة بغاون هذا اليوم اللي هو مدير مكتب ميركل بتضييق الحرية على غير الملقحين وقال يجب عمل قواعد وطنية فدرالية موحدة صارمة على الأشخاص الرافضين للتلقيح خصوصا العائدين من السفر يجب عزلهم وحجزهم من أجل أنه لا ينشرون المرض إلى الآخرين أصدقائي هاي الأنباء يتناولها الإعلام الألماني بأهمية وسكان ألمانية متفاعلين معها يعني الألمان متفاعلين معها بشكل كبير وهي تحصل على أعلى المقالات قراءة في الأخبار الألمانية يعني هناك تغير كبير بالتصريحات هناك توجه جديد هناك كلام بخصوص اللا أغلاق ولا يوجد إغلاق كلاسيكي بالمستقبل بل قيود تفرض على غير الملقحين من أجل يعني ربما أجبارهم على التلقيح فاللي صار أصدقائي أنه ماركو زودا قال يجب منع الغير ملقحين من الوصول إلى المتاجر بالمستقبل وكل الأماكن المكتظة هذه من ناحية من ناحية أخرى كارلو ترباخ أيضا قال تكلم بهذا الأمر يجب منعهم من دخول المتاجر ومن ناحية أخرى أصدقائي نتكلم عن الرأي الآخر بالسياسين هناك مؤيد للقيود وهناك معارض من هو المعارض المعارض هو خليفة ميركل المفترض أو المحتمل اللي هو السيد أرميل لاشت اللي رشح حزب ميركل لتولي منصب المستشار في انتخابات يعني شهر سبتمبر القادم والسيد أرميل لاشت هو كان موقفه ضد قيود كورونا والتي يراد فرضها على غير الملقحين وأنا شخصيا نعتقد أنه بعد ما رح يفوز بمنصب المستشارية قد تتغير الآراء تخيل أنه 60% من سكان ألمانيا ملقحين سواء بجرعة واحدة أو بجرعتين فلما تؤيد فرض قيود على غير الملقحين سوف تخسر 30% أو 20% تقريبا من الأشخاص الذين لا يريدون التلقيح ولسا الأشخاص الذين يريدون ولكن لا يجد فرصة أمامهم فقد تتغير المواقف والآراء بعد الانتخابات الآن نتكلم بالموضوع الآخر الموضوع الآخر أصدقائي فضيحة مدوية مزلزلة حصلت في ألمانيا بطلتها صحفية محتالة تم وصفها بالإعلام الألماني بأنها الصحفية المحتالة أصدقائي الصحفية سوزانة أولين الصحفية الشابة جميلة حسب ما وصفها الإعلام الألماني فعلا هي شابة عنيقة وتسكن بأحد الأماكن التي تعرضت إلى الفيضانات اشتهرت بنشرها المستمر وتخطيتها المستمرة لمعاناة الناس ولبيوت التي تدمرت من الفيضانات والسيارات التي جرفتها السيول أحد المرات أثناء أعدادها إلى تقرير صحفي طبعا هي تعمل في شبكة RTL الأخبارية قررت أن تفعل الآتي مثل ما ديشوفون أصدقائي بهذا الفيديو قررت أن تلطخ ملابسها الأنيقة بالوحل كي تظهر بمظهر المساعد والمعاون والخدوم والذي يقدم يد العون للآخرين ولكن لحسن الحظ كان أحد الأشخاص جالس في شقته من البالكون وهو يعرف هذه الصحفية فمسك جواله وسجل مقطع الفيديو ونشارع على تويتر ورأسا نصعد هذا مقطع الفيديو ترنت لأن الصحفية سوزان أولين الجميلة هي صحفية مشهورة جدا في ألمانيا لم يتم نشر الفيديو يعني لم يتم انتشار الفيديو بشكل كبير حتى يوم أمس أي بعد تقريبا ستة أيام من ارتكاب هذه الصحفية لهذا العمل الذي يعتبر لا صحفي وهذا العمل اللي هو الخداع الكبير والصحفية بالوقت الحالي عاملة أورلا وبخارج ألمانيا في مكان ساحلي يعني رمال دافئة وتستمتع بأشعة الشمس ولكن بعد ما انتشار هذا الفيديو وصلت لها رسالة بأنه لازم تجين إلى مكتب الشركة أو مكتب المؤسسة الإعلامية RTL لكي تواجهي أمر الطرد من العمل بالمؤسسة ليس فقط هي من سوف يتم طردها بل حتى زملائها سوف يتم طردهم ومنعهم من العمل لأنهم يعني كانوا لم يبدوا أي رد فعل تجاه ما كانت تعمله هي كما كان يعني شاهدناه بالفيديو عندما تم سؤالها لهذه الصحفية سوزانة أولين لماذا أقبلتي على هذه الفعلة؟ قالت لما أكن أريد أن أبدو أنيقة أمام الناس بثيابي الكل ثياب هم بهاطين ووحل وأردت أن أظهر التضامن يعني عليك يا أم مدروب يعني كان جواب ولكنه يعني لا يغير من الفعل الشنيعة التي عملتها فقدت مصداقيتها إعلاميا وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي لا عفوا على مواقع التواصل الاجتماعي إن تفعل هذه الأشياء سوف تزداد مصداقيتك وسوف يزداد المتابعينك وسوف تدخل الترند مثل ما هي دخلت وازداد عدد متابعيهم أصدقائي هذا العالم مجنون بمعنى الكلمة نيجي على الموضوع الأخير الموضوع الأخير هو رجل عمره 48 عام من دولة عربية عاطل عن العمل في ألمانيا مسكته الشرطة ولم يكن يرتكب أي جريمة سوى أنه كان عنده بالسيارة مبلغ مليون يورو بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي الساعة الثالثة مساء أوقفت دورية للشرطة الألمانية على الأوتوبان آتغاي بالقرب من مدينة ألتن رجل عمره 48 عام في سيارة تويوتا أرقامها بلجيكية قادمة من هولندا والرجل مقيم في ألمانيا أو هو لاجئ في ألمانيا عندما تم تفتيشه كان الرجل منضبط جدا وواثق من نفسه ويتصرف كأنه هو الزعيم وكأنما لم يحصل شيء ولكن عندما فتح الشرطة صندوق سيارته هم كانوا سألوا إن كان يحمل الأشياء معينة فكان جوابا لا لا أحمل شيء بالسيارة ولكن لما فتحوا الصندوق وجدوا أن لديه أربعة أكياس بخالة يعني كياس من هاي اللي تسوقون بيها ولكنها كانت مليئة بالنقود التي بعد أن تم الانتهاء من عدها اللي انتهت عملية العد بعد وقت طويل تبين إنها تقريبا مليون يورو طبعا الصدمة الكبيرة هي أن الرجل عطل عن العمل ولديه هذا الكمل هائل من الأموال التي اتضح لاحقا أنها أموال المخدرات وأموال يتم غسلها بالوقت الحالي ليس هذا فقط بل بعد تفتيش السيارة تم العثور وفي مكان مخبأ بحرص وبعناية خلف الراديو أو مسجل السيارة تم العثور على فواتير مهمة بأثمان عالية هذا الأمر يعني كانت مخبأة بمكان خطير كي لا يتم العثور عليها بسهولة لأجل أن يتم يعني غسل هذه الأموال بطريقة أو بأخرى أثناء التحقيق أصدقائي تبين إن الرجل جنسيته لبناني أصدقائي وصل نهاية الفيديو إن شاء الله يرى بتكونوا استفاديته شكرا للي بقى يتابعنا لهذا الوقت من نهاية الفيديو إذا تحب تتابعني وتشوف آخر إشعارات القناة حاول تفعل الجرس بالقناة حتى أول ما ينزل الفيديو يصلك الإشعار والتفعيل سهل بهذه الطريقة مجرد تدخل على الجرس سوي تفعيل لكل الإشعارات وأتشرف بكل من يتابعني تحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي في فيديو آخر يوم غدا إن شاء الله مع السلامة